السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً معاكم آية والنهاردة هنعمل استداب أو التجهيزات للبلانرز طيب أول حاجة عندنا اللي هي البلانر الكبيرة مش هسميها بلانر اللي هي كومبوزيشن البلانر يعني اللي هي زي غلاف لدفتر انك تكتبي فيه معمول انك تكتبي فيه أي حاجة كومبوزيشن يعني جاي من كلمة كومبوز يعني انك تعبر أو تكتب أو حاجة زي كده يعني طيب أول حاجة أنا قررت أن أنا أخليها للكتب سنسلناً عندي قناة تانية عن الكتب صحيح إن أنا بقلي فترة طويلة مسجلتش فيها بس قريباً يعني لا مش قريباً دلوقتي يعني السنة جاية إن شاء الله حبدأ أرجع ننزل فيديوهات فأنا قررت أني دايماً يعني لو شفته في أول الفيديو كتاب فتحته طلعت منه ورقة أي كتاب أرابع ده أكتب منه نوت وحاجاته أكتبها في ورقة فأنا قررت أن الدفتر ده هيبقى للكتب طيب ففي الورقة اللي أنا حطتها في البوكت دي كتبت اسم الكتاب أو أول كتاب هبدأ ألخصه هنا أو مش ألخصه إن أنا أكتب البوينت المهمة عبارات عجبتني كده يعني فأول حاجة هعملها اللي هي البيبر كليبس أو اللي هي المساكات تحت الورقة فدي حاجة سهلة لو أنا هستخدم من نفس الكت أو من نفس البوكس اللي جالي اللي فيه زي حاجات اكسسورات للبلانر فأنا حبدأ يعني إني زينها بربن مثلا بشريطة أو إن أنا زينها بواشي تيبل اللي هو اللز المزغرف كمان في كروت وبطاقات حلوة أوي دي ممكن برضو تحطيها طبعا دي حرية شخصية خالص مثلا أنا إيه بفكر بطرق مختلفة يعني إني أنا أستخدمها وحطها مثلا وأنا عاوز أكتب حاجة فيها عبارة عجبتني عاوز أهديها مثلا حطها مثلا في محفظة جوزي مع بنتي فأي ما أديها لحد أي حاجة يعني طيب عشان آخر حاجة بقى إن أنا هذا أعمل تاق أو اللي هو فاصل الكتاب أو هيبقى يعني في الوقت ده هيبقى فاصل الدفتر طبعا لقيت نفس الباترل نفس الزينة فأنا هاخد الطعام من عندي وقادي من MFT أختار الشكل اللي أنا أعوزه وحاقصه وخليها هي التاج بتاعي بس بعدما أصتها طبعا مش هازم يكون نفس الكتن سيختاري أي صن أي ورقة هاختار خيط ونالخيط هدخله وقفل عملها كانيلو وبعمل فتحه وحخليها كده بس ونمع عشان أزينها أو يبقى لها زي حاجة كده مثلا تمسكها أنا قررت أن نحط وردة عشان الخيط ما يقعش مثلا أو التاج نفسه الفاصل الكتاب ده إنه ما يقعش فأنا قلت هاخد خلاص وردة وردة خلاته من القماش من الورق عشان يعني إيه يعيش معي شوية وبس بصمغة مسدس هيبقى من ورق ومن قدان طبعا زي ما أنتم شايفين طبعا في النهاية حغير الألوان يعني بس كنت حبيت أقرب الفكرة لأتها فكرة حلو قوي وعشان التاج بارده ما يضعش أنا ممكن أحطه في أحد مثلا في أي حاجة من البوكت من الجيوب اللي جاية مع غلاف المنظمة برضو جاية معاها زي البطاقات الصغيرة دي شنها المرة اللي فاتت بتقدي من الكارتون فلو أنا عاوز أعمل فاصل الكتاب بس باستخدام المغناطيس دي كنت بشوفها كتير في أي بلانر مثلا بشتريها وبيجي معها إكسسورات بتبقى فاصل للورق من المغناطيس فأنت خاصة نعملها بنفسين عندي مغناطيس روفية بس المغناطيس إذا طلع يعني القواتي بتاعته مش قوي يعني مسكتش كويس بفضل نجيب في يعني نوعية من المغناطيس تبقى روفية في نفس الوقت كواليتي كويسة إن هي تمسك في الورق فهي تمسك ورق واحدة مش هتمسك أكتر من ورق تانية عادة هما ببسكوش ورق كتير للفاصل المغناطيس دي بس يعني ممكن نعمل صفحة أو صفحتين أجين ممكن تعملي أي شكل هنا عملت الشكل المربع وهنا بعمل الشكل الدائري برضو الأشكال دي جاية مع نفس الكت أو مع نفس إكسسورات البلانر هي أشكالة حلوة بصراحة في نفس الوقت فأنا قررت إن أنا أستخدمها وكمان فيها عبارات حلوة نفس هي القصصات المربع دي قلت إن أنا حاستخدمها يعني بالصفحة لو في كيس مثلا لو عندي كذا صفحة بكتب فيها طي نيقي بقى عند الميني بلانر دي اللي هي عملة زيته دو لست فأنا قررت إن أنا خليها للكرافتينج بتاعتي يعني إيه مثلا إن أنا حامل فيديو مثلا لبراند معين لمركة معينة فأنا بيت أكتبها وحكتب مثلا في أول صفحة اللي فيها سطور مثلا إيه الحاجة اللي أنا عاوز أقربها منه مثلا ستامب طباعة أو الطاعة أو حبر أو إلى ما آخره في الصفحة الثانية أو عفوا في الدفتر الثاني حتلاقوا إن هو زي السكتش مفوش أي سطور معمول للرسم أو معمول لأي حاجة أنت يعاوزها أو بولو الجورنال يعني بس أنا قررت أخليها سكتش إن أنا حرسم فيه ديزاين بتاعي عادة مش دايما في كل حاجة برسم الديزاين أنا عمله حين تطلع الحاجات كده تلقائية بس أنا قررت أن أنا أكون شوية مرتبة يعني وأبدأ أرسم الحاجات اللي أنا عاوزها الديزاين اللي أنا عاوزها فدي حيبقى استخدامي للميني بلانر دي طيب عشان زينها ممكن نحن نعلق سلسلة السلسلة الكبيرة اللي انت رفتوها دي بتيجي جاهزة أصلا ونتي بتعلقية فأنا بحط فيها زي حتة أنا لا أصلا معرفش الحاجات أسماها دي بالعربي اللي هي بسماء كلاسب حاجة كده زي معدن اللي بتمسك السلسلة يعني الناس دايما بتساعدني وبالترجم تكتب لي أسماء الحاجات دي أنك تعلقيها يعني في البلانر طبعا هي مرة كبيرة بس على نفس حجم اللي هي تياني يعني اللي هي بسموها تياني ترابلر نوتبوك طيب عشان أعمل بقى زين الأسك ذا نفسه طبعا هي تختاري يداية دا عشان دي مرة كبيرة والورد مرة بردو كبير أصيت من أماش الجوخ لون برتقالي تقريبا لون طبعا هي عشان إضاءة عالية فشوية الألوان مش بينها بس هو زي لون برتقالي أو يعني ماشي مع لون الشموة بتاع البلانر وحطيت ورد والحاجات أجين كلها مصنوعة من أماش مش من ورق عشان يعني ما تقعش فأنا حشل دي لأنها مرة كبيرة وحجيب زي شريطة صغيرة وحلزقها وبعدين حربطها في الأسك بتاعها طبعا أنا تعملت ليني أربطها لأن مش عاوزة إن أنا ألزقها ولو أنا عاوز أغيرها وشلها كده ممكن أخرب أصلا نفسه وماش الشموة بس فطبعا هنا عملتها بالعكس من جهة العربية طبعا أنا عشان بكتب العربية بالإنجليزة فبالتانية مش فرقة معايا بس لو أنت تجيب كله بالإنجليش فتخليها للجهة التانية يعني بس طب أنت لو أنت مش عاوزة أصلا تعملي الأكسسوار الكبيرة دي طبعا زي ما تولكم دي نشريها جاهزة بتتبعها جاهزة فينك تشتري عاد الخرز الصغير ده زي مش عارف بسموه إيه بردو حاجات بتاعة الإكسسوارات أنا أو أي سلسلة قديمة عندك أصلا بس بتعادي تعملي تفتحي حلقات زي وردتكم العلبة الإكسسوارات دي اللي هي عبارة عن حلقات ملونة اللي هي الدهبي والفط دي بتفتحيها بالمفك مفك معروش بردو بسمو إيه وبتعلاقي في السلسلة بتاعفوا السلسلة بتاعتك ممكن أو اللي هي الخرز أو حاجات اللي تزول عنك سلسلة قديمة مثلا بتعلاقي فيها وتخليها صغيرة فأنا أنا خلتها صغيرة بحيث إيه إن حجمها يناسب حجم التين طبعا تبقى أصغر بكتير وممكن ناسبها ما هي اللي اتنين يعني التعليقة مع الوردة فبس طبعا أي حاجة انت تزينيها فيها مش لازل نفس ما بعمل يعني أو ممكن ما تزينيهاش براحتك يعني بس دي طريقة أي كده يعني زي يقولوا حاجة تفتح النفس يعني بس فزي ما قلت إن أنا ممكن نكتب بالعربية أو بكتب الإنجليزي طبعا براحتكم ودي الحاجة الحلوة إن أنا ربطتها إن أنا عارف أحركها يمين ويسار مش لازم إن أنا ألزقها بس فهي دي كانت يعني زي mini setup كده تجهيز للplaners أو للترابل نوتبوك عشان نبدأ نجاهز هنا زي ما قلت لكم حاجة أغير الألوان حاسة اللون الوردي شوية مش مناسب ولا أي حاجة فنفس الربن نفس عفوا نفس التايك اللي هو الفاصل الكتاب وقبت لشتريت أستان أبيض حاسة إن هو شوية مناسب مع الغلاف ونفس الشي خلته يطلع كده تحس إن حتنا نفس الأستان دي حلو قوي مكرمش يعني يمدي شكل حلو قوي وأختار البابيونة دي أو الفيونك دي بردو أجين معمولة من ستان أتوقع دي بين بريما بس أجين حالزقها من قدام وبعدين حاخد وردة صغيرة وثبتها بس وهي دي كانت التجهيزات للبلانرز أتمنى البديو يكون سهل وبسيط وأعقبكم أحشوفكم المرة القاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر